ولما قلت في الانترو انه وحشنا الدوري المصري انا ما بقولش كده اسقاط او هزار وحنا بنتكلم على الاسباني والالماني والايطالي والانجليزي مش بقول اسقاط سويا اخي كده هو الحياة كده طبعا ممكن انت حاب تاكل بيتزا حاب تاكل بورجر حاب تاكل اوروبي واجنابي بس الكشري كشري الحلو في الكشري هو الكشري ما تقعدش بقى تقول اصل ده بيتعامل ازاي وده بيتعامل ازاي نفس القصة قالوا لي والطعمية برضه كشري والطعمية هي الكصة كده في الدوري المصري هتحبوا بقى بعد ما هتفرج على المباراة تقول ايه ده جابيت لحمودة بس هتاكلها تاني هتفرج عليها تاني حب كده في الدوري المصري وحشنا نص اكتوبر ان شاء الله يرجع الدوري المصري وننبسط ونشوف اللعيبة والصفقات الجديدة اللي اتنقلت من فريق لفريق بس المهم يبقى دوري منتظم نحلم ونتمنى ونطلب ونترجى ارجوكم يبقى دوري منتظم نشوف بقى الدوري بقى عشان ايه نبدأ نقول والله احنا فعلا عندنا اقوى دوري في المنطقة العربية اقوى دوري في الكارة الافريكية عشان نقولها كده وحنا متفشخرين كده وعارفين ووصقين من كلامنا بس الدوري اللي بيمشي على سطر ويسيب سطر ده ما يبقى دوري قوي بصراحة ايه دوري مهمتع عشان بنحبه سعزينه دوري قوي جدا عشان يخرج العيبة لمنتخم مصر وساعتها نقدر ساعتها نقول فيتوريا والله كويس ولا مش كويس